أكد الرئيس الكوري الجنوبي مونجي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ نحو ملياري دولار سنويا وفي كلمته خلال اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري أكد الرئيس الكوري بحضور رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات الكورية بلغ نحو 800 مليون دولار كما زاد عدد الشركات الكورية العاملة في مصر إلى 33 شركة وتحضى سيارات الكورية باهتمام كبير من جانب المصريين ويعكس ذلك ماذا تعاون الاقتصادي الناشط بين البلدين وخلال كلمته أشار الرئيس الكوري إلى أن مصر نجحت في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب خلال خمس سنوات على التوالي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا